ملف استيراد السيارات بالجزائر نقطة طرحت بشكل كبير في مناقشات بيان السياسة العامة للحكومة في ظل استمرار تجميد توريد المركبات اليوم المواطن الجزائري موش قادر يشري سيارة لا الحكومة استوردت ولا خلت الناس تشري سيارات وبالتالي أثر كثيرا وهذا يعتبر فشل حقيقي في التعامل على الحكومة أن تصارح المواطن الجزائري من يقف وراء عرقلة هذا الملف؟ هل هذا الملف تابع لوزارة التجارة أم تابع لوزارة الصناعة؟ إذن ليمرنا في 2022 في الجزائر الجديدة لازم نصارحه أنفسنا إنشاء مصنع كبير وجامع للمصانع السابقة تحت إشرف أربع وزارات وفق دفتر شروط محدد وما تم إعداده في استراتيجية الحكومة الجديدة كل النواب دافعوا على إيجاد حل أمثل لموضوع السيارات لأن أغلبية الشعب الجزائري يطالب يستمع باستيارات السيارات الدولة عندها استراتيجية فيما يخص عملية الاستيارات تم إعداد دفتر شروط وتم إعداد مراسيم فيما يخص العملية بالتنسيق بين أربع وزارات الآن تم تحديث هذا القانون ثم تم إعداد دفتر شروط جديد ثم أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة هي محاولة إنجاز مصنع كبير يضم مصانع سابقة وبالتالي تصبح الجزائر من بين دول منتجة للسيارة بعد ثلاث سنوات من التجميد هل سيظفر المواطن الجزائري قريبا بسيارة؟ أم أن الحلم سيطول؟ ترجمة نانسي قنقر